السلام عليكم تنتمي دائما تكونوا بخير وعلى خير عيد مبارك سعيد اللي يدخلوا ان شاء الله علينا وعليكم بالصحة والسلامة وبالأفراح الدائمة ان شاء الله غد نحضر معكم كيكا رائع جدا اللي غد تعملوا ان شاء الله في العيد وغد تحمل لكم وجاكم قدمتوه في ديالكم غد تعجبكم توم اللولين عغاد عدي تعجبتوه في ديالكم اكيد وغد فرحوا كذلك وليدتكم شي حاجة راقية كيكا ثخمة راف المضاق وحتى الشكل ديالها زويا ان شاء الله تتبعوا المقادير وتتحصلوا على كيكا رائعة سبق حضرتها معكم الكيكا التركية بالشكلة والكاراميل لكن هاد المرة عملتها في موليتي تحل تحت طلب ديالكم تنسى منكم دائما لايكات ديالكم وتعليقاتكم الرائعة ولكن تتزول القناة الاول مرة تشاركوا فعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد شكرا بزاف لكم نخليكم على بركة الله مع المقادير سنحتاجوا 150 جرام ديال البقيق ما يعادي الكوب واحد اي ما يعادي الكاس ديال العنباء ديال البقيق مملوء ومسطح كاس ديال العنباء فقط 100 جرام ديال السكر حبيبات اي ساني دا ما يعادي اكتر من نصف كاس عنباء قليل من السكر اي نصف كاس ازدوا عليه شي شوية فقط هنا عندي 65 مليليتر ديال زيت ببق او زيت المائدة ما يعادي لربع الكوب وكذلك ربوع كاس ديال العنباء من الزيت كذلك ربوع كاس عنباء ديال الحليب ما يعادي لربع الكوب اي 65 مليليتر عندي هنا 3 ديال البيضات كبار اي لك الحجم ديال البيضات صغير عملو 4 ديال البيضات عندي هنا 14 غرام الكاكاو استعملت جوز ساشيات ما يعادي ل 2 ملاعق كبيرة مملوء الكاكاو المر ماشي الحلو عندي هنا خامير ديال حلويات ما يعادي ل 15 غرام او 16 غرام حسب الساشيات اللي خديته اي بيكينج باودر وفانيليا واحدة من فئة 7.5 او 8 غرام هادو هما المقاذير ستجيبهم هاد الكيكا مع الكاو الديدة بزف بالنسبة لاخوات اللي سبقو جربوها فغادي عرفو علشنو تنتكلم طريقة سهلة كيف دي ما غادي نبدوه بالبيض اللي غادي يكون في درجة ديال الحرارة ديال المطبخ دائما بش يتساعدكم تطلع الكيكا مزيان عندي هنا واحدة القبيصة ديال الملحدة اي ما تنضيفها في الكيك تتعادل الطعم غادي نضيف السكار او ساني دا غادي ناخد تقريبا نسكة سعنبا وزيدن شي شوية ديال السكار هذا هو القياس والفانيليا وغادي نطرب مزيان حتي يتضاعف الخاليط ممكن تعمله غير طرب اليدوي وطلعو البيض مزيان مده ديال اربعة حتى خمسة دقائق المهم غادي نضاعف الحجم ديالو بحال هاد الشكل وغادي بياض دا ما غادي نضيف الزيت اي ربع كاس ديال العنبا غير ربع كاس ديال العنبا فقط ما يعادل خمسة وستين مليليتر لهو ربع الكوب هتلقى ان شاء الله المقادير بالتفصيل في صندوق الوصف غادي نطرب شوية بالطرب الكهربائي دائما من بعد غادي نزوله باش غادي نضيف الحليب ودقيق الحليب كذلك ربع كاس ديال العنبا ما يعادل خمسة وستين مليليتر من بعد غادي نضيف ساشيات ديال كاكاو ما يعادل 14 جرام اي 2 ملاعق كبيرة مملوءة كاكاو والمور ضرورة نغرب له باش متيعد بناش شي يكون فيه كويرات ونحرر ونخلط معنا ضغير غادي نضيف الدقيق غير شوية بشوية على واحد جوج مرات باش نخلط مزيان في الكيك ودائما نغرب له من كروش نغرب له جوج ديال المرات باش يجينا الخالط ديال الكيك مهوي غادي نخلط غير بشوية من التحت للفوق حتى ينسى جميل ايه الكاكاو مع الدقيق وباقي المكونات باش منطيحوش البيض اللي طربنا انا دا بزربت الفيديو شوية لكنتو مخلطه غير بشوية دا بادي نضيف الكيميا ديال الدقيق اللي بقات نسيت الخمارة ما غربتاش مع الدقيق قدي نضيفها من بعد انتو مغرب له مع الدقيق ودائما نحرك من التحت للفوق فهاد المرحلة دا باشعلت الفران حتى الدا بعد شعلته على مية وسبعين درجة غير من التحت حتى نكمل الكيك وغادي ندخل ان شاء الله غادي يكون الفران سخن ضفت الخمارات اللي نسيت ما ضفتوه مش مع الدقيق ما غربلتو مش مع الدقيق ماشي مشكل غادي نضيفهم في الاخير المهم هو نحرك مزيان دا ايما من الاسفل للاعلى غادي نحصل على واحد الخليط اللي غادي يكون مهوي شفتو ما ضفناش الكمية كبيرة من الدقيق كاس ديال العنبه فقط عمره وصدحه ويامة وخمسين جرام كاس ديال العنبه فقط ديال الدقيق غادي ناخد مول القطر دياله وستوي عشرين سنتيم لسا عملتو القطر اقل غادي يكون الكيكا بطبيعة الحالة عالية هذا هو القياس اللي غادي تجيكم فيه ستوي عشرين سنتيم لدرتمو الاكبر غادي تجيكم رقيقة تاني شوية غادي نهزي ديال ونتا نخوي الخليط باش دائما نحفظوا عددك الهواء اللي دخلنا فيه ونصحكم ما تعدوش تهزو المول وتضربوه شوية هكذا مع رخامة او طويلة ديال العمل هالطريقة خاطئة لانا تنخرج داك الهواء قاعد يدرناه في الخليط ديال الكيك تسطحوا المول ديالكم هكذا بسباتل ودخلوا لكيك ديالكم بلا مديروا هذيك الطريقة بالنسبة لتحضير ديال الكاراميل فأخذت هنا مية وثلاثين جرام ديال السكار تقريبا كاس يلا ربع وكاس ديال الحليب مملوء ما يعادل مية وثمانين مليليتر ديال الحليب العادي ممكن تنقصوا الكيميات ديال السكار هاد السؤال جاني بزا في الوصفة السابقة نعم ممكن تنقصوا حتى نصف كاس ديال العنبه فقط اي تعملوا مثلا غير ثمانين او مية مليل جرام ديال عفوان ديال السكار ما تديروش قاعد يكلك الكيميات باش ما تجيكمش الكيكا حلوة معناتها تجيم زيانة لانا تنسى تعملوا معها في القناة شكلات منوعية ممتازة فما تكونش حلوة بزا بالنسبة لتحضير ديال الكراميل فحضرته معاكم بزاف ديال المرات غادي ناخده كاس رونا ميكونش فيها حتى نقطة ديال الماء النار تكون مهيلة غادي ناخده الكاس ديال السكار اي كاس الا ربع مايو عادي المية وثلاثين جرام ممكن تتعملوا اقل كيف ذكرت ليكم حسب الدوق ديالكم فرقته على جوج مرات غير باش يدوب شوية مزيان عاد في الكيميات ثانية ممكن تضيفه مرة واحدة اتنو عليه ممكن ياخد ثلاث منية وعشرة دقائق وغادي يرجع كاراميل غادي يرجع غير تنو عليه وما تحركوش في الاول منين تتيدو بتناخد ملعقة صغيرة ديال زبدة طرية اي لتناخده ديال العبار بنينة وغادي نضيفها إذا لا تفرد عادي ستعملوا النباتية سنضيفها وأنا سنحرك جيدا وسنهز كسرونة فوق النار لكي لا تحرق الكراميل من بعد سنرجع الكسرونة فوق النار دائما مهيلة وسنخوي فيها الحليل اللي ممكن تدفيوه شوية أو يكون بارد عادي كيف خرجنا مثل اللاجاء أو أختنا عند البقان نفس النتجة تنحصل على في الآخر سنخويه غير شوي بشوي ستعملوا كسرونة تكون شوية عالية لكي لا يقدر الله ما ترشع لكم الكراميل تكون سخونة بزاف المهم بعد وجهكم بمنسبة المبتدئات الله يحفظ سوف نحرك ستكون معكم بحل الكوتال بزاف تلأس إلى جونة واش خسر لي هاد الكراميل لأن الحليب جاني بحلا خاسر ما خسرش هكذاك تدير الحليب بحل يضفناه في الروز أو أي حاجة فاشنضيفه بهكذا تنحس بحليب حلا خاسر وورا ما تكونش خاسر تتكون هاد تيوقع بزاف إلا ضفنا الحليب على شي أشياء سخونة فالحل السهل هو ناخده ميكسور وبعد ما وجد الكراميل يطفينا عليه راماته ياخدش بزاف ديال الوقت نعبد ما تنضيفه الحليب سنخليه تقلبنا واحد جد قريبنا تنحركه صفيته يوجد تحنطوا بميكسور اللي ما توفرتوش على الميكسور خليه الكراميل حتي يدفع شوية وتحنوه في الخلاط الكهربائي من بعد غدي ناخد الكيك اللي طابت ونحط الكراميل صفيت خرجتها غدي نخليها تدفع غير شوية تبقى شوية سخونة وغدي نتقبها مزيان بزيان بواحد العود ديال شيواء أو كيرضون وغدي نتقبها بحال هاد الشكل باش تشرب لي هاد الكراميل شفتو كيف تنحصل عليه من بعد ما شفتوه بحال الحليب لكان خاسر رجع كراميل اللي رائع ده هو الحل ركنت كتبتوه بزاف ديال تعليقات لكن ما كفانيش ففكرت أنني نحضره معكم مرة تانية في نفس الكيكة باش تفهموا أكتر غدي نبدأ نسقي وهاد الكراميل السخون غدي نسقي بالكيكة اللي دافية شوية ما خلتاش حتى بردت بزاف لكن دافية باش تشرب لي هاد سيرو سقيتها في المول ديالها ما تخافوش ما غديش نسقي لكم نهائيا غدي نتشرب هاد الكراميل كامل غدي نخليها شوية هكذا تبرد في درجة عادية ديال المطبخ وغدي ندخلها لكلاجة تقرب من واحد نصف ساعة أو حسب الوقت اللي عندكم ممكن أكتر وغدي ندوزو إن شاء الله نحضروا القاناش اللي غدي ندوزو إن شاء الله كتازين والطبقة الأخيرة خديت هنا مئتين مليلتر ديال القشدة طارية أي الكريمة السائلة وغدي ناخد معاها الشوكولاتة ممتازة نأكد عليها باش تحصلوا على واحد ضوق اللي رافي عزوين بزاف تستعملت 180 جرام مزجة ما بين الشوكولاتة ديال الحليب والشوكولات الأسود ممكن تستعملوا نوع واحد خديت هاد الكريمة وحتيتها فوق النار حتى فط بحال الحليب حتى غلات غير بيتها تغلق وطفيت عليها بحال بطفيت غدي ناخدها وغدي نحطها على هاد الشوكولات وغدي نبدا نحرك في الأول بسرعة غير بشوية عفوان باش ما يطرش علينا هاد الخاليط غير بشوية في الأول من بعد غدي نبدا متنحس بالشوكولات بدا تيدو بتنحرك بسرعة صافي هادية طريقة ديال تحضير ديال هاد القاناش غدي نبدا نحرك حتى بلية الشوكولات داب تماما في هاد الخاليط غدي يكون سائل غدي ندخله المجمد غدي نخليه يبرد شي شوية في درجة ديال المطبخ غدي نغطي بلاستيق غذائي وغدي ندخله المجمد مدة ساعة على الأقل باش يرجع معي واحد القاناش ممكن أقل على حسب نوعية ديال الشوكولات اللي استعملتو صافي الكيكا من بعد ما سقيتها زولتها من الإطار هنا خرجت تقريبا خليتها ساعة في تلاجعة خرجتها الوقت فاش تطيب لي او القاناش وجد شفتو القاعدة ديال المول ما فيهاش الكراميل نهائيا اللي أنا تشرباته كامل وراه ما تجيش هاد الكيكا حلوة بالنسبة لبزاف ديال الأسئلة اللي كانوا جاوني غير استعملو شكلات نوعية ممتازة وما غديكم مش غديكم العبار هو هادا بالنسبة لهاد الكيك فأنا كنت درت لمقادير غير هكذا كنت درتهم غير بوحدين قسم الزيت من الحليب وجد كيكا هائلة وحطيتها على القناة راه شفتوها في قنوات بزاف جربوها وبنفس المقادير غير جربوها ان شاء الله بعينيكم مغمضين غدي ناخد القاناش اللي تقال شوية شفتو معايا كيف رجع من بعد ساعة في المجمد ممكن اقال كيف تكرتليكم غتقلبو غتشوفو انتو ما يعينكم ميزانكم غدي نسقي الوجه ديال الكيكا مزيان سمحو لياتا نهضر بزاف لان نخصي نوصل معلومة صحيحة سافي بحال هاد الشكل هادا وغدي ناخد كذلك هاداك الشكلات اللي تحت داك البلاتو او التبصيل درنا التحت باش ما يضيعش غدي نهزو وغدي نسقيه بيح الوجه ديال الكيك ما حدوه باقي سخون ما غديش يديل نتاع علامات في الكيك واذا بقى علينا غدي نديره في واحد سببرا ونحطوه في اللاجه حتى نستعمله مرة اخرى بالنسبة لتزيين اختاريت كوريات ديال الشكلات اللي تيجي هائلين في التزيين دائما نزيله حسب المتوفر وحسب دقه تزيين بسيط جدا ودرت كذلك سكر المذهب تيجي رائح تهو تيجي بحال شكل ديال نجيمتها كده تيلمعو صافي هدوات الزي اللي اختاريت ندير كان راقي وبسيط في نفس الوقت دخلت الكيك لكلاجه مدة ديال ساعة او نصف ساعة ممكن ليلة كاملة باش تحصلوا على واحد الماداق اللي تيكون زوين بزاف دائما نحضر الكيك ديالكم قبل باش يلا المكونات تيمتاز جزو مع بعضهم تيجي شي حاجة رائعة القاناش يبقى تيلمع ممكن تضيفوا القاناش 30 جرام ديال الزبدة اللي تندوبوا الشكلات مع الكريمة انا نسيت لكن جا كيف شفتوا معايا باقي تيلمع ما كينش شي فرق بالنسبة للاخوات اللي ما تجي تفروع الكريمة السائلة فغير نخليكم في صندوق الوصف الباديل ديال هاد القاناش اللي عملت غير شوفوا صندوق الوصف قتلقوا المقادير من شاء الله غير نكتبها لكم تنتمنى الفكرة ديالي وما تعجبكم وتجربوها جربوها اغاتعجبكم بززاف السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر